موسيقى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها تقرير لموقع المنظر أونلاين يكشف سبب أزمة الغاز الحطيون يحتجزون العشرات من ناقلات النفط والغاز في دمال يمن مونيتور وموقع إخباري يجري لقاءات مع طلاب خارج مدارسهم طردون لأننا لم ندفع لهم الأموال صحيفة الأيام تتحدث عن عدن فيها إرهاب متجدد وجيوش متعددة وسلاح منفلت البيان ومن الأخبار المنوعة مشاغب يتسبب بعودة الطائرة بعد إقلاعها موسيقى أهلا بكم يحاول موقع إخباري متخصص العثور على سبب أزمة الغاز والبترول في صنعاء ويصل موقع المصدر أونلاين إلى أحد هذه الأسباب ويعنون الحطيون يحتجزون العشرات من ناقلات النفط ومقطورات الغاز في دمار وقال الموقع الذي نشر صورة تؤكد ذلك أن مصلحي جماعة الحطي يحتجزون عشرات الناقلات المحملة بالوقود ومقطورات الغاز المنزلي في النقاط الأمنية التابعة لهم بالمدينة ويمنعون وصولها إلى العاصمة صنعاء وفقا لمصادر هناك فإن الحطيين يريدون إخضاع الوقود والغاز للجمارك وفرضوا رسوما كبيرة على الغاز والوقود أسوة بباقي المنتجات والسلع المستوردة من الخارج تابع الموقع يسعى الحطيون إلى فرض رسوم الجمارك رغم أن الغاز المنزلي منتج محلي ويستخرج من حقول صافر الغازية بمأرب ويؤكد الموقع الإخباري أن منع الحطيين لمرور النقلات ومقطورات الغاز تسبب في أزمة كبيرة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحطيين حيث ارتفع سعر الاستوانة في السوق السوداء إلى 150% وينتج الغاز المنزلي من حقول صافر بمحافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية واستمرت في تغطية احتياجات السوق المحلية على مدى سنوات الحرب على الرغم من توقف إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المسال ويباع الغاز في مناطق الحكومة بسعر 1500 ريال بعد إضافة أجور النقل يتابع الموقع عطل الحثيون الشركة الغاز الحكومية وفتحوا الباب أمام القطاع التجاري الخاص لتوريد مادة الغاز من حقول صافر في مأرب وفرضوا رسوما على ناقلات التجار في منافذ جمركية تم استحداثها فضلا عن فرض إيطاوات في حواجز التفتيش الأمنية على الطرقات خربشة على هامش المشهد تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا في جزء منه صار المواطن اليمني بين أفكي كماشة ففي الوقت الذي تثقل قوى الانقلاب كاهلة بالمزيد من الممارسات الغاشمة والإجراءات التعسفية الذي تضغط بقوة عليه معيشيا وأمنيا ونفسيا نجد أن قوى التحالف قد صارت في رأي قطاع واسع من الجماهير خارجة عن الهدف الذي قدمت من أجله أي نجدت الملهوف إلى هدف آخر هو نطف المنتوف فقد تصاعدت حدة النقمة على قوى التحالف التي استحالت في نظر هذا القطاع من جيش تحرير إلى قوات احتلال إن التمزق نأسيج العلاقة بين الشرعية والتحالف لا يخضم سوى القوى التي انقلبت على الدولة وشرعية الحكم في 21 سبتمبر 2014 والتي أعلنت قيادة التحالف العربي عملية عاصفة الحزم ضدها في 26 مارس 2015 وبالتالي لا يمكن لأهداف هذا التحالف أن تتحقق مثل ما لا يمكن لهذه الشرعية أو تلك الدولة أن يستعاد وضعها في ظل هكذا حالة شاذة أو مشهد شائه وربما جاء المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير النقل اليمن مؤخرا ليؤكد حقيقة ما آلت إليه هذه العلاقة بين الشرعية والتحالف من تدهور مبين أو بلغة أخرى لوضح حقيقة الألم الذي باتت تشعر به قيادة الشرعية وحكومة بن دغر جراء ممارسات التحالف أو جزء من اهتجاهها لا يمكن لعاقل أن ينكر بأن التشكيلات العسكرية والأمنية التي أنشأتها دولة الإمارات على أسس مناطقية في بعض المناطق الواقعة تحت إمنتها قد صارت صخرة عثرة كأداء في طريق استعادة الدولة وفي البدء في طريق التعاطي الإيجابي مع الشرعية التي يمثلها رمزها السيادي والدستوري الرئيس عبدرب منصور هادي من صنعاء أيضاً ولكن عن تدهور ناحية أخرى من الحياة متصلة بالمستقبل وعنوان موقع يمن مونيتور المدارس الحكومية تطرد التلاميذ من الفصول تعليم هش في صنعاء لمن يدفع فقط وقال الموقع لم تجد المدارس الحكومية في صنعاء حرجاً من طرد عشرات التلاميذ الذين لم يتمكنوا من تزديد القصط الشهري الذي فرضه الحثيون على أولياء أمورهم من أجل تعليمهم وقال الموقع لم يتسلم 167 ألف مدرس في 13 محافظة يمنية خاضعة للحثيين رواتبهم منذ أكتوبر 2016 ونقل مراسل يمن مونيتور إخراجوا طلاب المدارس الذين لم يتمكنوا من تزديد الرسوم الدراسية التي فرضت عليهم من الفصول التعليمية وبالإسم حسب كشوف معدة لمن يدفع ومن لا يدفع وفي سؤال لعدد من تلاميذ الثانوية العامة حول مغادرتهم المدرسة باكراً أجابوا لم نتمكن من دفع الرسوم الشهرية التي فرضت علينا 1500 ريال شهرياً في مدرسة عمر بن عبد العزيز الحكومية الواقعة في منطقة دارس بصنعاء مضيفين دفعنا المبلغ الشهر الماضي إلا أن إدارة المدرسة تطلب مننا دفع المبلغ شهرياً دون توقف وهذا ما نعجز عن وقال مدير مدرسة حكومية في صنعاء ليمن وونيتور إنهم تلقوا أوامر واضحة من لا يدفع لا يستحق أن يبقى في المدرسة للتعلم يفكر كاتب صحفي يمني باعتزال الكتابة وترك التحليلات على الفضائيات والعودة إلى الصمت ويعود السبب وفقاً لفيصل علي إلى حالة الإرباك والتداخل الموجودة في المشهد وقد كتب في الموقع بوست مبررات عزلته وأضعف القضية اليمنية تتعقد كل يوم ويجد الناس أنفسهم يدورون في حلقة مفرغة التحالف يساعد شرعية وفي الوقت نفسه يسيطر طرف فيه على السواحل والموانئ ومنابع النفط وحقول الغاز ويتمدد بشراها أكثر من الحوثي الانقلاب في اليمن كان نتاجاً لغباء قوى محلية وإقليمية والعاصفة كانت ردة فعل على غباء كل من ساندوا الانقلاب محلياً وإقليمياً والمحصلة يساعدون اليمن ويحاصرون الشعب ويتردون المغتربين باستعودة ويحاربون إيران في عنوين الصحف استردوا ثمانين في المئة من الأراضي اليمنية أين هي الأراضي المحررة فعلياً؟ بضعة كيلومترات في تعز وأخرى في مأرب والجوف وبضعة متارس في سلسلة ناهم الوعرة وبقية اليمن مع الحوثي والأراضي قليلة السكان مع الإمارات مرة ترنيجها مرة أخرى تسحب الرنج تجند القوم وتنقلهم من معركة إلى أخرى وتجلب لهم سيد القناصة الذي قتل أفرادهم سابقاً ليكون قائداً لهم اليمن في مأزق أكبر من العاصفة وأكبر من التحالف أما الشرعية فهي مجرد خدج وضع في حاضنة أما الانقلاب في صنعاء فلا يحتاج إلى إسقاط فهو ساقط من يومه لا برنامج ولا إدارة ولا قيادة ثور مشعوف معلق على رقبته ناقص سيردي نفسه من حيد دون أن يشعر التنفس بعمق في هذا الليل هو الحل والعزلة هي طريق للحل وليست حلاً في ذاتها ستكون اليمن بخير مدام فيها من يريد الدولة والباقي تفاصيل تحليل في صحيفة الأيام يقيم الحالة الأمنية في العاصمة المؤقتة وتعانون الصحيفة ابعاد الجيوش عن عدن ووضع حد للسلاح المنفلة أولوية لا تقبل التفاوض وأتقول الأيام في التحليل الذي أعده أحمد عبد الله تحملت عدن مصائب الجنوب في كل مرحلة منذ 1967 وما تزال اليوم تواجه الفوضى واحتمال التصادم الحاسم بين مشاريع سياسية يختلط فيها كل شيء وقالت الصحيفة هناك إرهاب متجدد وجيوش متعددة وسلاح منفلت وجماعات باطنية خطرة وإعلام مضلل وتدميري وهناك جوع وبؤس وظلام ومافيات تأكل الشجرة والحجر يتابع التحليل لا دولة في عدن ولا سلطة حقيقية ولا إدارة بل هناك محاولات لا تلين لإدخالها في جوف الوحش الجائع وربما إعادتها مجازا إلى وضع التكوين البركاني الأول هي فوضى مبرمجة ومتعمدة ومخابئ للإرهاب وقواعد لوجستية لأجله وحروب صغيرة وفتن مخيفة ومجاعات سيكيولوجية متعددة يراد لعدن وفق لصحيفة الأيام أن تختزن في جوفها حمام الصراع وتحقق أحلام المجاهدين في استجلاب رفاقهم النازحين من العراق وسوريا ذلك حلمهم العقائدي ونفسهم الطويل الذي لا يعرف الملل وتؤكد الصحيفة هذا الفضاء المخيف إن توسع لن تفيد بعده الأحزمة والنخب والمجالس لأن الأعداء يسابقون الريحة في خلق أرضية تمهد لحروب طويلة وتلك غايتهم فقط فإما الحكم أو الفوضى والموت يقول موقع إخباري دولي إن هناك مخاوف من احتمال عودة حكم الأئمة في اليمن وقال موقع ارفع صوتك إن المخاوف سببها ادعاءات ومزاعم أسر يمنية أحقياتها بالحكم بسبب استفاء إلهي وقال الموقع برزت هذه الدعوات بشكل لافت منذ اشتياح جماعة الحثيين للعاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014 وسيطرتها على مناطق واسعة شمالية اليمن يضيف الموقع يخشى كثيرون من أن تؤسس الجماعة لعودة الحكم الإمامي السلالي الذي أطاح به اليمنيون في العام 1962 ويقول الموقع أن نظام الرئيس السابق صالح خاض نحو ستة حروب دامية مع جماعة الحثيين لكنه عاد لاحقا للتحالف مع الجماعة لقيادة ثورة مضادة في أعقاب الثورة الشعبية الضخمة التي أجبرته في 2011 على التنحي عن السلطة إذن بعد الفصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة يبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد في اليمن على خط المواجهة معدل الدمار لا يصدق هذا ما خرج به موقع فرانس 24 بعد أن ذهب مراسل قناة فرانس 24 الموجودون في اليمن إلى خط المواجهة بين المتمردين الحثيين والقوات الحكومية في تعز وقد وصفوا المناظر الليلية بالقول تم التدمير كل شيء يصف موقع فرانس 24 الحرب في اليمن قائلا بعد أكثر من ثلاث سنوات من بداية الحرب في اليمن بين المتمردين الحثيين والإتلاف السني بقيادة المملكة العربية السعودية توقف الصراع المنسي مع ظهور جماعات جنوبية انفصالية جديدة سافر مراسل فرانس 24 سيرل باين وعمار الحميداوي إلى عدن وهي مدينة ساحلية تقبع تحت حكم الانفصاليين يصف سيرل 400 كيلو متر من الطرق حيث قال معدل الدمار لا يصدق والقرى التي نعبورها يتم تفريغها وقد دمرت تماما فبالإضافة إلى الصراع بين القوات الحكومية والحثيين الشماليين والانفصاليين في الجنوب هناك تهديد من الجهاديين من تنظيم الدولة الإسلامية الذين يكثفون هجماتهم والقاعدة في شبه الجزيرة العربية مبعوث القناة الخاص يقول ملخصا رحلته لليمن نحن لا نرى نهاية النفق وشعور عام بالتخلي عنهم في روح اليمنيين الذين التقينا بهم تقول صحيفة العرب الجديد إن وزير خارجية فرنسا تجنب الرد على أسئلة بشأن ما إذا كان ينبغي لبلاده وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات بسبب استخدامها في اليمن وقال إن إيران لها أيضا الكثير من الأسلحة هناك الحكومة الفرنسية واجهت في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون انتقادات خاصة من جماعات حقوق الإنسان بسبب دعمها للسعودية وبيعها أسلحة للرياض وعندما سئل عن سبب استمرار باريس في بيع أسلحة للسعودية والإمارات في ظل الوضع الراهن تجنب الوزير جانيف لودغيانا المسألة وقال إن الأولوية هي لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وقال لودغيانا مملجة العلاقات الخارجية في البرلمان إنني قلق حقا بشأن الموقف في اليمن صحيح أنه توجد أسلحة سعودية لكن هل تصدقون أيضا أنه توجد الكثير من الأسلحة الإيرانية؟ أقل من حرب باردة تحت هذا العنوان كتب الأردني خيري منصور مقاله في الخليج مضيفا في جزء من المقال قد يكون توازن الرعب أحد أهم عناصر الحرب الباردة لكنه ليس الحرب كلها لأن لها أبعاد ثقافية وأيدلوجية وبالتالي لها أسلحة استراتيجية من طراز آخر وما يبدو الآن كما لو أنه عودة الحرب الباردة بعد إعلان موسكو عن أسلحة نووية جديدة ومنها صواريخ تصل إلى القطبين المتجمدين شمالا وجنوبا وغواصات غير مسبوقة من حيث القدرة على الوصول إلى أعماق المحيطات كما لو أنه طبعة جديدة ومنقحة من الحرب الباردة هو في الحقيقة يقتصر على توازن الرعب لأن روسيا الآن ليست الاتحاد السوفيتي آيدلوجيا ولم تعد ملاذ الماركسية والحليفة لكل اليسار في العالم أو ما تبقى منه بعد العولمة فقد انصرف يساريون في العالم كله إلى أنشطة أخرى منها حقوق الإنسان والدفاع عن البيئة وما طرأ على الملاخم متغيرات تنذر هذا الكوكب بالخطر أما ثقافة الحرب الباردة وسجالاتها وأدبياتها التي كانت دار التقدم للنشر والثقافة في موسكو من أبرز أطرافها فقد تغيرت من حيث الدوافع والهواجس والأهداف لكن من تضرروا بشكل أو بآخر من انتهاء الحرب الباردة لصالح قطب واحد هو الولايات المتحدة لم تفارقهم نستليجي الحنين إلى تلك الأيام فقد كانت للحرب الباردة أيضا برصتها ولدول عديدة من العالم الثالث تسعرة سياسية تدنت كما يحدث للعملات المحلية حين يشح غطاؤها الذهبي خصوصا أن الهامش بين القطبين خلال الخمسينيات والستينيات بالتحديد من القرن الماضي أتاح لدول أن تلعب على هذا الهامش ثم انتهى المشهد إلى منتهى إليه ولم تعد دراما من طراز تلك التي عاشها العالم في ستينيات القرن العشرين حول خليج الخنازير وأزمته التي أوشكت على الانفجار قابلة للتكرار زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبريطانيا ما زالت تشغل الصحف البريطانية حيث لم تخلو أي منها تقريبا من مادة عنها ويكتب بروغر بويز في صحيفة التايمز مقالا ترجم موقع البي بي سي مقتطفات منه بعنوان مستقبل السعودية مرتبط بانتصارها في حرب اليمن ويقول الكاتب إن السعودية تواجه مشاكل في مجال العلاقات العامة ففي عيون العالم هي بلد غني بشكل خيالي يشن حربا على بلد بائس فقير لقد تسببت الحرب التي تشنها الرياض على الحوثيين المدعومين من إيران بمقتل عشرة ألاف مدني كما يقول الكاتب ويضيف هذه الحرب هي مشكلة بريطانيا أيضا فالسعودية تستخدم تجهيزات ومعدات بريطانية لخوضها وبريطانيا التي تمد سجدتها الحمراء لاستقبال بن سلمان تطمح إلى أن تأخذ نصيبها من الكعكة السعودية متمثلة في فرص التعاون التي يتيحها برنامج 2030 الذي صممه الزائر والذي سيشهد تشييد مدن جديدة وتحويلا لمسار الاقتصاد السعودي ويرى الكاتب أن فشل ولي العهد في وضع نهاية معقولة للحرب وقدرة حوثيين على إطلاق صواريخ تصل إلى قرب الرياض سيخدش صورة إنجازاته قد ينجح شخص مشاغب كما وصفته صحيفة البيان في تعطيل رحلة طائرة والعودة بها إلى مطار الإقلاع شركة مصر للطيران أعلنت وصول طائرتها القادمة من مسقط إلى القاهرة متأخرة أربع ساعات بسبب عودتها لسلطنة عمان بعد إقلاعها لتسليم راكب مشاغب مصر مسؤول بالشركة صرح في بيان إعلامي أن الرحلة التي كان على متنها 78 راكبا وصلت إلى مطار القاهرة متأخرة عن موعدها المحدد بسبب عودة الطائرة إلى مطار مسقط مرة أخرى بعد إقلاعها بسبب وجود راكب مشاغب على الطائرة وهناك تم تسليم الراكب إلى السلطات العمانية بمطار مسقط الدولي في تصريح غير مسبوق لمسؤول أممي كبير قال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن راد إن قيمة الحياء في تراجع في كل العالم جاء هذا التصريح قبل أيام في خطاب الودع الذي ألقاه الأمير الأردني الذي يعتبر أول عربي ومسلم يتولى هذا المنصب الرفيع أمام مجلس حقوق الإنسان بمناسبة نهاية ولايته هكذا بدأ الكاتب المغربي علي أنوزلا مقاله المنشور في العرب الجديد ما دفع زيد بن راد إلى هذه القناعة هو تزايد القمع في العالم وتغول الدولة البوريسية التي قال إنها عادت لتحكم أكثر من بلد لكن أكثر ما استفز هذا الأمير الهادئ وصمت الغرب ولا مبالاته وأحياناً تواطئه وهو يسكت عن انتهاك فضيعة لحقوق الإنسان وجرائم بشحة ترتكبها أنظمة مستبدة في حق شعوبها ومواطنها ومن أعلى منصبه الذي يعتبر أرقى منصة للترفع عن حقوق الإنسان في العالم اعترف زيد بن راد بتراجع الحقوق الأساسية للإنسان في كل العالم وتزايد انتهاك القيم الأساسية التي لم يعد مرتكبوها يشعرون بالحياة أو الخجل من فعلها لأنهم يعلمون مسبقاً أنهم سيفلتون من كل عقاب هذا المنح العام لتراجع الأخلاق والقيم ذات العلاقة بحقوق الإنسان في تصاعد يوماً عن يوم في أكثر من دولة تشهد صعود اليمين المتطرف وتنامي الخطابات الشعبوية والشوفينية وفي دول الاستبداد التي أصبح عددها يتكاثر وتجد لها في النظام الروسي في عهد قيصرها الجديد فيلاديمير بوتين وفي الصين تحت حكم الرئيس شي جين بينغ الذي يسعى إلى تكريس نفسه رئيساً مدى الحياة لأكبر قوة اقتصادية في العالم نموذجاً سيئاً يشجع أنظمة مستبدة ومجرمة على المبالغات في الاستهتار بكل قيم حقوق الإنسان ومبادئها المعترف بها كونياً للمصادفة في أحيان كثيرة دور بجماليات الصور ولحملها أبعاداً خارجة عن نطاقها المألوف أعدسة كاميرا صحيفة الجارديان نشرت بعضاً من الصور التي كان للمصادفة دور في تكوينها نتابعاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر